السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مركز الأخبار بتلفزيون السلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم النشرة الرياضية ونستهلها بأبرز العناوين المنتخب الوطني وديع منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين بتعادله أمام المنتخب الفلسطيني بهدف لهدف وفيرو تفجر مفاجأة كبيرة بفوزها على تشيلي بثلاثية نظيفة لتتأهل لملاقات البرازيل في نهاية بطولة كوبا أمريكا تعدل منتخبنا الوطني للناشئين مع المنتخب الفلسطيني بهدف لهدف في بطولة غرب آسيا ففي مباراته الثانية بالبطولة تقدم منتخبنا الوطني في دقيقة الثالثة عشر من علامة الجزاء بواسطة عبدالعليم الرواحي واستطاع المنتخب الفلسطيني من تزيير هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وبهذه النتيجة يخرج منتخبنا الوطني من منافسات البطولة بعدما خسر في مباراته الأولى من الأردن بهدفين دون رد قامت الخيالة السلطانية ممثلة في قسم السباق بالمشاركة في سباق الخيل الذي وقيم على مضمار لاتيس الفرنسي والذي خصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر وبعد المنافسة التي تسم بها السباق فازت الفرس ناجية للخيالة السلطانية بالمركز الأول بقيادة الفارس منديز بال وإشراف المدرب سانشز وحقق المركز الثاني الحصان هلال الشام لمالكه الشقب لسباقات الخيل بقيادة الفارس ريبورتو كما حقق المركز الثالث الحصان مصور الشام لمالكه الشقب لسباقات الخيل يشارك المنتخب الوطني للناشئين لألعاب القوة في البطولة العربية للناشئين والناشئات والتي تنطلق اليوم بتونس وتستمر إلى يوم الأحد القادم وكان المنتخب الوطني للناشئين قد أقام معسكره في تونس قبل فترة استعدادا لهذه البطولة حيث يشارك المنتخب بـ 12 لاعبا يتوزعون على سباقات العدو المختلفة والوثب العالي ودفع الجلة ورمي الرمح ورمي المطرقة ويسعى الفريق للمنافسة بقوة في هذه المنافسات وأخذ الخبرة اللازمة للمشاركة في البطولات الآسيوية والعالمية المقبلة تحصل فريق الجيش السلطاني العماني على لقب البطولة العشرين للكرة الطائرة لقوات السلطان المسلحة بتغلبه على الحرس السلطاني العماني بثلاثة أشواط نظيفة واستطاع الجيش بلوغ نهاي الدوري وذلك بعد تغلبه على فريق البحرية السلطانية العمانية في مبارتي الذهاب والإياب وتمكن من مواصلة تألوقه في النهائي وفرض سيطرته طوال مجريات اللعب منهيا للأشواط الثلاثة لصالحه ليتوجب اللقب بما توجى الحرس السلطاني العماني بالمركز الثاني وجاء سلاح الجو السلطاني ثالثا عقد مجلس أو مكتب مجلس الدولة اجتماعه الثاني عشر لدور الإعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وأعرب معالي الدكتور رئيس المجلس في مستهل الاجتماع عن تقديره للجهود التي بذلها المكرمون أعضاء المجلس والمكتب واللجان والأمان العامة وجميع أجهزة المجلس خلال الفترة الحالية بسبيل أدائه لأعماله ومهمه وانهض بدوره في العمل الوطني وناقش مكتب المجلس عددا من المقترحات المقدمة إليه منها واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع المقدم من اللجنة الاجتماعية والذي يهدف إلى الوقوف على واقع الأندية في السلطنة ومراجعة التشريعات الخاصة بها والتحديات التي تحول دون تنوع خدماتها للخروج بمقترحات تساعدها على تحسين وضعها وتقديم خدمات وبرامج متنوعة للمجتمع قامت المديرية العامة للشؤون الرياضية بمحافظة ظفار بتكريم مجموعة من الشباب المجيدين بأندية محافظة ظفار في مجالات الأنشطة الرياضية المختلفة بهدف تحفيز الشباب على بدل المزيد من الجهود في خدمة الأندية لتقوم بالرسالة المناطة بها في مجالات العمل الرياضي والشبابي نظمت المديرية العامة للشؤون الرياضية بمحافظة ظفار حفلة كريم الشباب المجيدين والمنتسبين لأندية المحافظة طبعا هذه الاحتفالية هي للمرة الثانية تقام ونقصد والهدف منها هي أن نقول شكرا لكل من ساهم وعمل في الأندية أو في المحافظة بشكل عام في مجالات الأنشطة الرياضية والشبابية المختلفة كما يعلم الجميع أن هؤلاء الشباب هم شباب متطوعين ويبذلون جهود مختلفة في كل المجالات في الأندية وبالتالي هو هذا أقل ما يمكن أن يقال لهم شكرا بهذه الاحتفالية البسيطة وهي تكريم أيضا لجهودهم وتحفيزهم وتحفيز الآخرين أيضا على بدل الجهود المختلفة في مجالات الأنشطة السوانة الشبابية أو الرياضية والثقافية في كل مجالاتها حقيقة التكريم اليوم كان حافظ كبير لنا وتشجيع للأيام القادمة بأن نكرس أعمالنا ونكتهد بأن نقدم ما أفضل لدينا وهذه لفتة أمانة لانشقعتنا وعطتنا الحافظ للأيام القادمة نقدم الأفضل للأفضل وقد تم تكريم عشرين شابا بواقع أربعة من كل من نادي النصر ونادي ظفار ونادي صلالة ونادي مرباط كما اجتمل برنامج الحفل على عدد من الفقرات بدءا بكلمة الشباب المجيدين ثم قصيدة شعرية وبعد ذلك وصلة إنشادية وأخيرا تم تكريم الشركات الداعمة والرعية ورؤساء أندية المحافظة ليأتي بعد ذلك تكريم الشباب المجيدين والمنتسبين لأندية المحافظة هذا التكريم هو حافظ لنا كما تطوعين في مقال الأندية يعطينا مزيد من العطاء والقهد في المقال التطوعي وإن شاء الله نكون قد وفقنا في المقال هذا وإن شاء الله يكون تكريم من تكريم إلى تكريم إن شاء الله حسين جعبوب من داخل الصالة المغطى بمجمع السعادة الرياضي صلالة فجر منتخب بيرو مفاجأة كبيرة وجرد نظيره تشيلي من لقب بطولة كوبا أمريكا عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في الدو نصف النهائي وسجل أهداف بيرو كل من إيديسوس فلوريس في الدقيقة الحادية والعشرين ويوشي مار ريوتون في الدقيقة الثامنة والثلاثين وباولو غيريرو في الوقت بدل الضائع من المباراة وتلتق البيرو الساعية إلى اللقب الثالث في المباراة النهائية مع البرازيل المضيفة لأحد المقبل على ملعب مراكانا وستكتفي تشيلي التي كانت تستهدف ثلاثية متتالية تاريخية لخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين السبت المقبل في كرونتينز يواصل المنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافير أغيري تحضيراته بستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراة جنوب أفريقيا وتقام بباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا مساء يوم السبت بستاد القاهرة بدور 16 لكأس الأمم الأفريقية حيث حقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى برصيد تسعة نقاط وستجل الفريق خمسة أهداف لم يستقبل أي هدف في ثلاث مباريات وهو ما لم يتحقق من قبل بتاريخ مشاركات المنتخب في البطولة حقق فريق شيكاغو فاير فوزا ساحقا على ضيف أتلانتا يونايتد بخمسة أهداف لهدف بالدوري الأمريكي لكرة القدم تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عبر فرانشيسكو كالبو وأضاف تشارلد سابونغ الهدف الثاني في الدقيقة السابعة ووصل الفريق المضيف مهرجانه الهجومي بتزييره لثلاثة أهداف أخرى لينتهي الشوط الأول بخماسية نظيفة وبالشوط الثاني سجل براندن فاسكيز الهدف الوحيد لأتلانتا يونايتد ليرفع شيكاغو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن لما ظل أتلانتا في مركزه الخامس بـ 29 نقطة أعلنت شيلس الإنجليزي تعاقده مع لعبه الأسبق فرانك لامبارد مدرب من الفريق الأول بالنادي بعقد مدته ثلاث سنوات وجاء الإعلان الرسمي في مؤتمر صحفي ليحل لامبارد خلفا لموريس يوساري الذي ترك تشيلسي ليدرب يوبنتوس الإيطالي وقال لامبارد إنه فخور بالعودة إلى ناديه تشيلسي مدربا وأكد أن أهمه الوحيد سيكون التركيز على إعداد الفريق للموسم المقبل حتى يجلب المزيد من النجاحات إلى تشيلسي أعلن نادي أتليتكو مدريد تعاقده مع المهاجم البرتغالي جواو فليكس من نادي بنفكا في صفقة الأغلى بتاريخ النادي وانتقل جواو فليكس لصفوف أتليتكو مدريد بعد دفع الفريق الإسباني قيمة الشرط الجزائي لللاعب المقدر بـ 126 مليون يورو بصفقة هي الأغلى للنادي الإسباني ورابع أغلى صفقة في التاريخ ولعب جواو فليكس في الموسم الماضي مع بنفكا 43 مباراة سجل خلالها 20 هدفا وصنع 11 هدفا أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني عن تلقيه خطابا من رابطة دولي الإسباني يبلغه خلالها بدفع اللاعب رودريغو هرنانديز لقيمة الشرط الجزائي المدرج في العقد المبرمي بينهما أتليتكو نشر بيانا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله أنه تلقى الخطاب بعدما توجه محام اللاعب وممثلين عن نادي مانشستر ستل إنجليزي إلى الرابطة من أجل دفع الشرط الجزائي ولم يوضح البيان قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلا أن تقارير إعلامية سابقة كانت قد أوضحت أن قيمته تصل إلى 70 مليون يورو وتعد صفقة رودريغو هي الأولى لمانشستر ستي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل أن يتعاقد الفريق مع الإسباني أنجلينو من أيندهوفن الهولندي تواصل بطولة وينبلدون لكرة المضرب بثارتها بعد بلوغ عدد من المرشحين للدورة الثالث من البطولة حامل لكب نوباك جوكوبيتش يواصل مشواره في البطولة لمحافظة على لكبه ومن جانبها الشابة الأمريكية كوكو تواصل مشوارها بأقصاء الكبار وصولا للدور الثالث إثارة الكرة الصفراء لا تتوقف عند حدود معينة خصوصا عندما يتعلق الأمر ببطولات الجراند اسلام الأربع الكبرى هذه المرة يشتعل الصراح في منافسات بطولة وينبلدون في الأراضي البريطانية فبعد أن وصلت البطولة لدورها الثالث بدأت تتكشف ملامح اللاعبين الأقرب للمنافسة على اللقب العملاق الصربي نوفاك جوكوبيتش حامل اللقب بلغت دور الثالث بفوزه على الأمريكية دينيس كودلا بثلاث مجموعات دون رد بواقع ستة ثلاثة وستة اثنين وستة اثنين كما تأهل الكندي فيليكس أوغر على حساب الفرنسي كورانتين موتاي بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة بواقع ستة ثلاثة واربع ستة وستة اربع وستة اثنين كما بلغ الكندي ميلوش روانيتش والرومانية سيمون هيلب للدور الثالث روانيتش تغلب على الهولندي روبن هاس بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع سبع ستة وسبع خمسة وسبع ستة اما هيلب فقد خسرت مجموعة واحدة قبل عن تفوز على مواطنتها ياسكو بواقع ستة ثلاثة واربع ستة وستة اثنين كما واصلت الامريكية اليافعة كوريغوف الملقبة بكوكو تألقها في البطولة بفوزها على ماجدلينا ريبار يوكوفا بمجموعتين دون رد بواقع ستة ثلاثة وستة ثلاثة لتبلغ الدور الثالث اللاعب الشابة تواصل مفاجآتها في البطولة بعد ان اقصت في الدور الاول المخضرمة الامريكية فينوس ويليامز بانتظار ما سيكون من اثارة الادوار القادمة ويظل السؤال هل ينجح جوكوفيتش في الحفاظ على لقبه ومواصلة حصد الالقاب وهل تواصل الامريكية كوكو مفاجآتها ام تتوقف عند حدود الدور الثالث كلها تساؤلات ستكون اجابتها حاضرة فيما يا دين ويمبلدون بحثا عن اللقب الغالي انطلقت في نابولي بيطاليا نسخة ثلاثون من الالعاب الصيفية الجامعية بحفل بهيج عكس الارث التاريخي والثقافي والفني للبلد المنظم وحضر الى ملعب نابولي اكثر من ثلاثين الف متفرجين للاستمتاع بعمل المدير الفني ماركو باليش الذي ترك بصماته على العديد من الحفلات الولمبية بداية من تورينو 2006 الى ريو 2016 ويشارك في الالعاب الصيفية الجامعية نحو ثمانية الاف رياضي من 127 دولة وانطلقت منافسات البطولة صباح اليوم وستستمر حتى الرابع عشر من يوليو الجاري تواصلت منافسات بطولة العالم من كرة الطائرة الشاطئية والتي تقام بمدينة هامبورغ الالمانية في يومها السادس ايه تفاز الاطاليان دانيال لوبو وباولو نيكولاي على البرازيليين اندريستين وجورج بانديرلي بشوطين مقابل الشوطن واحد ضمن منافسات المجموعة الثامنة وفي مواجهة اخرى نجح المنتخب الالماني في الفوز على المنتخب الايطالي بشوطين دون مقابل تستعد اليابان لانطلاق اولمبياد توكيو 2020 بعد نحو عام من خلال افتتاح الملعب الرئيسي الذي سيستضيف مباريات البطولة في ديسمبر المقبل وكلف تشييد الاستاذ مليار وخمسة وعشرين مليون دولار ويتسع لستين الف متفرج وسيستقبل منافسات تلعاب القوى وكرة القدم بعد حفل الافتتاح الذي يقام بعد ثلاثمائة وسبعة وثمانين يوما ويعتبر الاستاذ الوطني هو واحد من ثماني منشآت جديدة تستضيف الاولمبياد موسيقى نذكركم مشاهدين الكرام في الختام بابرز عنوين هذه النشرة المنتخب الوطني ودعوا منافسات بطولة غرب اسيا للناشئين بتعادله امام المنتخب الفلسطيني بهدف لهدف موسيقى وفيرو تفجر مفاجأة كبيرة بفوزها على تشيلي بثلاثية نظيفة لتتأهل لملاقات البرازيل في نهاي بطولة كوبا أمريكا موسيقى اصلنا بكم الى الختام شكرا على طيب المتابعة بأمان الله